السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدنا باللقائكم جميعاً أينما كنتم في هذه الحلقة العاشرة من سلسلة الربح من التدوين رأينا في الحلقة الماضية كيف قمنا بربط مدونتنا مع مشرفي المواقع أو جوجل سيرج كونسول وكذلك كيف قمنا بربطه مع جوجل أناليتيكس الآن سوف نتمم ما تبقى لنا في هذه السلسلة في هذه الحلقة إذن اليوم في هذه الحلقة سوف نرى كيف نقوم بإنشاء حساب AdSense وما هي الطريقة الصحيحة لإنشاء هذا الحساب حساب AdSense طبعاً السؤال الآن ربما تطرحونه هل سوف نبدأ في الربح من الـ AdSense الآن؟ طبعاً لا نحن ما زلنا في بداية الطريق ولم نقوم أصلاً بأي شيء المدونة ما تزال فارغة لماذا أريد أن أضع هذه الحلقة الخاصة بـ AdSense الآن بالضبط في هذه الظرفية؟ بكل بساطة لأن إنشاء حساب AdSense يأخذ بعد الوقت فبالتالي نحن نستبق الأمور يعني نقوم بإنشائه طبعاً لا نقوم برابطه ولا بأي شيء سوف نقوم بإنشائه وتركه يعني ونحن نشتغل ويعني يتم إنشاؤه نترك لهم طلب الإنشاء ونحن نكمل عملنا طبعاً عندما نكمل العمل غالباً سوف نجد أنه أن الـ AdSense قد تم قبوله وأنه جاهز وأن ذلك يمكننا أن نستمر في بقية الخطوات إذن ركز مع هذه الحلقة جيداً فهي في غاية الأهمية على بركة الله أولاً دعونا نعرف الأمر بشكل النظري ثم بعد ذلك ننتقل إلى التطبيق إذن أولاً وقبل كل شيء يجب أن تعرف أن تعدد الحسابات AdSense ممنوع ممنوع أن يكون لشخص واحد أكثر من حساب AdSense هذا يسطل عليها بالخط العارض إذن أنت الآن وأنت تشاهد في السلسلة إما عندك حساب AdSense من قبل سواء خاص بمثلاً AdMob أو كان خاص بيوتيوب أو بموقع ما أو كنت تقدمت من قبل لا يهم أو كنت قد أنشأته منذ سنة ونسيته لا يهم المهم إذا كان عندك حساب AdSense فحاول البحث عليه يعني على اللوجين لكي تقوم بالسجيل للدخول لأنك سوف تستعمله لا يمكنك إنشاء حساب ثاني ميئياً ومطلقاً إذن سطل على هذه النقطة بالخط العريض إذن إذا كان عندك حساب AdSense من قبل فبحث عنه وحاول أن تقوم بالدخول له أما إذا لم يكن عندك أي حساب AdSense من قبل يعني لم تقوم بإنشائه في حياتك ولا مرة فآن ذاك سوف تتابع معي طريقة الإنشاء الصحيح أولاً تعدد الحسابات كيف تعرف AdSense أننا عددنا الحساب أم لا عندنا تعدد في الحسابات أم لا تحريفه عن طريق الأدرس ماك نفسها نفس يعني أمازون أمازون ميرش وأمازون كي دي بي أيضاً لديهم في سياستهم ممنوع تعدد الحسابات فكيف يعرفون تعدد الحساب يعرفونه عن طريق الأدرس ماك وليس عن طريق الأي بي أدرس بمعنى آخر هذا المشكل وقع علي صراحة سنة 2018 والحلقة ما زالت منشورة هنا في القناة إذا عدتم إلى قناتي التي تتابعون الآن عليها الشرح وعدتم إلى الفيديوهات القديمة سوف تجدون أني أتكلم على هذا المشكل الفيديو ما زال منشور حدود الآن يعني اشتريت الجهاز ذلك الجهاز كان مفتوح في أدسنس من قبل لم أكن أعرف أنه كان مفتوح في أدسنس أنا على نية قمت بإنشائي في الأدسنس لأنني كنت أعتقد أن لا أحد قام بإنشاء في أدسنس الإشكالية بعد مروري ثلاثة أشهر على ما تذكر عندما وصلت إلى مرحلة حققت الشروط وكذا وصلت إلى مرحلة عمل verification بالcode pin ماذا وجدت؟ وجدت أن أدسنس تقول لي أن هذا الجهاز كان في أدسنس من قبل وكذا إذن انتبه لهذه النقطة حاول أن تنتبه يعني إذا اشتريت الجهاز كمبيوتر مثلا من شخص ما أكبر أو اسأل ذلك الشخص هل سابقا وأن عملت فيه أدسنس إذن هذه النقطة الأولى وفي غاية الأهمية النقطة الثانية نفس الهوية أو المعلومات الشخصية الهوية يعني الهوية يعني الاسم العائلي والشخصي والتالي خزدياد والعنوان هذه أيضا أمور حاول أن تتأكد أنك لم تستعملها في حساب آخر ولا يشترك معك فيها شخص ما آخر لديه الأدسنس ثالثا نفس الإيميل أو رقم الهاتف كذلك رقم الهاتف حاول التأكد أنه لم يستعمل من قبل في الآدسنس والإيميل كذلك يعني في غاية الأهمية هذه النقاط الثلاث التي آدسنس تعرفوا بها هل نحن عندنا تعدل الحساب أم لا وهذه نقطة في جابة يعني لا تهمل هذه النقطة نهائرة ومطلقة بدا ركزوا معها جيدا طبعا المعلومة الأخيرة حاول ليس حاول ولكن حص أو قطعا يجب المعلومات التي تدخلها يجب أن تكون حقيقية 100% بدون خطأ ولو حرف واحد وهذا كذلك مشكل كنت قد وقعت فيه كذلك ولكن كان الأمر بخصوص قناة على اليوتيوب ولكن دائما مع الآدسنس حيث أن أنا لدي إلي أن أعطيكم التفاصيل ولكن أنا أسكن في منطقة معينة وتلك المنطقة المعينة وليست هي ليست مدينة ولكن هي قرية فقط هي مجرد قريات فتلك القرية يعني طريقة كتابتها يعني اسمها يعني بطريقة وعندما قمت بإرسال لهم يعني على كي يتم التحقق ويرسلوا لي الكتبين طبعا ستكلم عن الكتبين الذي يسيروا وكيف يصيروا إلى آخره يعني أي معلومة قلتها وكانت مبهمة لا تقلقوا أنا أعرف أنكم لا تعرفونها فبالتالي سوف تدرك الأمر فيما بعد لا تقلقوا كل شيء قادمون بوقته إذا قلت أن المعلومات يجب أن تكون حقيقية لأن كان حدث وقع لمشكل حيث أنه قدمت معلومات وخطأت فقط في بضعة أحرف في بضعة أحرف لأن كانت هناك منطقة أخرى في المغرب تشبه المنطقة التي أنتم إليها في نحية الكتابة فماذا حدث؟ طبعا لم تتم جوجل الموافقة على الأكونت خسرت الأكونت على ذلك الذي كان فيه مبلغ من المال إذا المعلومات يجب أن تكون حقيقية أولا ويجب أن تتأكد منها حرفا بحرف أتكلم هنا عن الإسم الكامل وأتكلم هنا عن العنوان السكن الذي سوف يصلك فيه الكتبين طبعا سوف نتكلم على ذلك وكذلك العنوان الذي عندك في البطاقة الوطنية حاول أن تأكد من كتابتين بشكل جيد بدون خطأين ولو في حرف واحد إذا إذا تهتم أو ربما بدأت لكم الأمور صعبة فلا تخافوا فالأمر عادي فحساب الأدسنس الواحد يعني إذا قمت بتفعيله إذا كان عندك حساب أدسنس واحد مفاعل فيمكنك ربطه مع أكثر من موقع يمكنك ربطه مع اليوتيوب مع أد موب يعني تربح من التطبيقات تربح من اليوتيوب تربح من المواقع عدد لا نهائي يمكنك إنشاء عدد لا نهائي من المواقع يعني هذه نقطة يعني ليس هناك مشكل لا تخاف يعني حساب أدسنس واحد جيد سوف تستطيع أن تنشئ به أو أن تضع عليه أكثر من موقع إلكتروني وكذلك اليوتيوب وأي شيء تريد أن تضع فيه تابع لي جوجل يمكنك القيام بذلك حسنا أنت سوف أتكلم أولا مع الأشخاص الذين عندهم حسابات من قبل أنت إذا عندك حساب من قبل فكما قلت لك تذكر جيدا إذا كنت قد أنشأته منذ مدة وأهملته فإرجع إلي لا بد أن ترجع له أمر ضروري خاصة إذا كان مفاعل بمعلوماتك الشخصية لأننا الآن سنفعل بمعلومات الشخصية فبالتالي إرجع له وعندما ترجع له وتعمل لوجين وتدخل له فأنا ذلك الأمر سهل يعني كيف تربط هذه المدونة مثلا مع ذلك الحساب الأدسنس بالإيميل الآخر أمر عادي وسهل وبسيط هذا ليس مشكل يعين ومطلقا يعني الأمر سهل وبسيط يعني حتى لو كان مثلا المدونة بجيميل والأدسنس بجيميل آخر فلا بأس بل هذا هو الطبيعي هذا هو الأصل أمر عادي وبسيط الأشخاص الذين ليس عندهم حسابات أدسنس ماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟ هناك عدة طرق لإنشاء حسابات الأدسنس نحن سوف نستعمل الطريقة الرسمية لأن نستعمل الطرق الملتوية ولهذا طبعا بعض الأشخاص دائما أنا وضحت في مقدمة الدورة لماذا اخترت بلوغر والناس ما زالت تسأل لماذا بلوغر وليس الورد بريس والورد بريس أحسن والبلوغر أحسن أنا لا أحب لغة الأحسن أيهم أحسن أنا لا أحب هذه اللغة لأنني أعرف بلغتي logic أو المنطق أنه لكل شيء في الحياة سلبيات وإيجابيات لا يوجد شيء كامل بالمطلق يعني جيد مطلقا أو سيء مطلقا دعا كل شيء في الحياة في إيجابيات وسلبيات أنت يائمة سوف تشتغل على السلبيات يعني تكسب الإيجابيات وتشتغل على السلبيات لكي تحسنها أو لكي تخرج بأقل خسائر أو تترك الإيجابيات التي عندك وتركز على السلبيات وهذا طبعا لا يستقيم إذن الأصل أن نستفيد من الإيجابيات التي عندنا البلوغر في مجموعة من الإيجابيات نستفيد من تلك الإيجابيات نضمانها لصالحين وإذا كانت هناك نقاط سلبية وهي موجودة طبعا نشتغل عليها هذا هو الأصل في الفكرة إذن من بين إيجابيات البلوغر أننا نستطيع عمل تزاوج أو ربط أو إنشاء حساب AdSense سوف يقبل بشكل سريع جدا 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 وسوف يكون قوي جدا 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 هذه نقطة في غير أهمية إذن سوف يقبل بشكل أسرع وكذلك سوف يكون قوي جدا لأننا سوف نربطه مع البلوغر ما هي البلوغر البلوغر هي منصة تابعة لجوجل ما هو الـ AdSense AdSense هو نظام تابع للجوجل إذن كلاهما من تجاني تابعاني لنفس الشركة هذه استراتيجية الأولى لمئة درقم واحد لمئة درقم اثنان إذا أردت أن تسرع الـ Process قليلا فماذا عليك أن تقوم به؟ تقوم بإنشاء حساب الـ AdSense بشكل عادي إذا هكذا تعني أوليك أدخل إلى AdSense بهذا الشكل وطبعا الميطود الثانية وهي عن طريق جيميل قديم مهما كان أو كلما كان أقدم كان ذلك جيد لأن هكذا أيضا ستكون الـ Process السرع إذن حاول البحث على جيميل قديم قدر المستطاع سنة 2015 أو أقل أو يزيد بقليل المهم أن يكون قديم قدر المستطاع لأنه هكذا سوف نسرع الـ Process أو ببساطة شديدة نحن نشتغل بطريقة قانونية 100% فالدورة لن تكون فيها و لن يكون فيها أي شيء مخالف لجميع السياسات أنا مطلع على سياسة الـ AdSense والـ Partners وكذلك مطلع على سياسة الـ Affiliate وكذلك مطلع على جودة الموقع وهندسته لكي نستطيع إذا أردنا فيما بعد بيعوك مشروع المستقل إذن لديك اختيار أنت اختر ما شئت إذا عندك حساب جيميل قديم فقوم بإنشاء به الأكاونت بشكل منفرد كما هو موضح الآن AdSense.Google.com Start ثم تقوم بإنشاء الأكاونت بشكل عادي تماما قد يأخذ بعض الوقت وطبعا على حسب جودة الإيميل أو الجيميل أو ببساطة شديدة تقوم بإنشائه عن طريق الجوجل فذلك أمر أيضا جيد كيف نقوم بإنشائه عن طريق البلوجر إذن نقوم بالذهاب إلى طبعا الآن في blogger.com ثم نقوم بالنزول إلى earnings في هذا الشكل ثم نقوم بالدغطة Create AdSense Account طبعا لماذا هذه المرحلة أو لماذا بلوجر سوف يساعدون في تسريع البروسيس وتقوية الأكاونت لأن عندما نضغط أو عندما نقوم بإنشائه من خلال هذا الرابط عندما نضغط هنا فإن هناك مزوجة تتيم هناك مزوجة تتيم والأغوريتم يعرف من أين أتينا ولماذا أتينا ويعرف أننا نشترينا ويعرف أن عندنا قلاب وأننا نشتغل يوميا وأننا نقوم بإذافة الصفحات فبالتالي يقوي يعطيني زحم يعني قوة طبعا الطريقة بسيطة تضغط على Create AdSense Account ثم تقوم بإختيار هذه No هنا ونقوم بإختيار دولتك مثلا موروكو تقوم ب I have يعني قراءة الـ Accept يعني أوافق على Agreement ثم أضغط على Start Using AdSense طبعا بعدها سوف يظهر لك بذا الشكل على ما يبدو أنه الآن أصبح يعني أصبح تقريبا نعم أصبحوا يعني يوافقون على 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 AdSense بشكل أسرع على ما يبدو وطبعا لم يتم بعد الموافقة عليه ما زال هناك الكثير من الأمور التي يجب على القيام بها تذهب إلى سايت هنا ومن المفترض أن تجد هنا شيئا ما اسمه أو تجد هنا رابط موقعك تقوم بحثفه سوف تجدون علامة للحثف هنا في هذا المكان قوم بالضغط عليه وحثفه ثم انتهى لا تقوم بعمل أي شيء إضافي لن نقوم لا بتقديم الموقع الآن ولا بأي شيء لن نقوم بتقديمه الآن لا عدل أفهم تم الفكرة أم لا نحن لن نقدم الآن إلى AdSense لأننا لا يمكن أن نقدم الآن إلى AdSense لأنها ما تزال مدونتنا فارغة لم نقوم بتهيئة فيها أي شيء إذن هذه الخطوة فقط قمنا بها لإنشاء الحساب لكي يعني يأخذ وقت وكذا بين ريثما نقوم بإتمام المدونة كاملة إذا هذه الخطوة قمنا بإنهائها سوف نتجه الآن إلى blogger.com أعود إلى وجهات الهوم بهذا الشكل ثم سوف أذهب إلى settings بهذا الشكل ثم أقوم بالنزول إلى الأسفل هكذا بعد ذلك نقوم بالضغط على Edit Profile General ثم Edit Profile من هنا سوف نقوم بإضافة الكاتب الذي هو طبعا لأن من الضروري أن يكون لأي مدونة أن يكون لها كاتب أليس كذلك؟ فبالتالي سوف نقوم بإنشاء ملف ذلك الكاتب يعني معلومات حول ذلك الكاتب أنا هنا اخترت هذا الاسم طبعا لا يوجد في الواقع لو بحثت عنه في جوجل وأتمنى لا يكون فعلا دعنا نرى جيد لا يوجد إذن لا يوجد آه ما هذا؟ آه نعم لا يوجد صراحة لا يوجد هذا لورانا أنا عندي لورانا هذا اسمه لورانا جيد إذن أتأكدت أن صاحب هذا البروفايل هو من نسج الخيالي لا يوجد أنا فقط قمت باختراعه من عقلي حسنا إذن ماذا سوف نفعل؟ سوف نتجه إلى chat GPT لتوليد الصور إذن لاحق هذه برومت بسيطة أنت يمكنك تجربة مرارا وتكرارا إلى غير تجهد الشيء الذي يناسبك قلت له create a prompt to generate photo portrait for a woman who has been 40 years old chef of cuisine طبعا لغة ركيكة جيدا ولكن كما أقول دائما chat GPT يفهمه على ركاكة اللغة إلا أنه يفهمه بشكل جيد بل يفهمه في بعض المرات أحسن من إذا كتبت له بشكل مفصل يعني مفصل و details إلى آخرين المهم دعونا نرى البرومت التي سوف يعطينا ثم سوف أبدأ بفتح الذكاء الصناعي لكي نبدأ آه قام بعمل generate من تلقائي نفسي أنا كنت أتوقع أن يعتني برومت لكنه قام بعمل generate سوف أرى الصورة التي سوف يقوم بإنتاجها لي هل هي ما أتصوره أم لا حسنا إذا أعطاني هذه الصورة هي تبدو نوعا ما لا أدري هل تبدو واقعية أم لا ولكن آه طبعا لأن chat GPT يستعملوا نموذج الضال إي إذن ماذا سوف أفعله هنا سوف أقول له نفس البرومت التي استعملت في البداية غير أنني حذفت يعني تلك العبارة التي هي Chef of Cuisine لأن لا تبدو لي سراحة المناسبة إذن دعونا نرى ماذا سوف نحصل هذا هو أضفت طبعا سكواد فورما إذن شكل مربع لا أريد شكل ما كذا مستطيل بل أريد شكل مربع دعونا نرى ليست سيئة ولكن تبدو لي أكثر يعني ليست ليست ذا ما أبحث عنها إذن سوف نحاول مرة أخرى طبعا هنا استعملت Google Translate لكي أحصل على الشيء الذي أريدته طبعا سوف أقوم بالتعديق قليلا هنا طبعا مثلا هنا لنترجمة دائما تخطئ أو غالبا تخطئ فبالتالي لا بد دائما أن تقوم بعمل تعديلات مشكلية دائما كما أقول دائما نقوم بعمل النسخ واللسق ولكن بذكاء حذاري أن تقوم بعمل النسخ واللسق بدون تشغيل عقلك هذا سوف يؤدي بك إلى الهاوية دائما نعم ذكاء الصناعي كنز ليس له ثمن صراحة لا أجد الكلمات لكي أصفها هذا التكنولوجيا وهذا القدرة التي عندي لكي أنتج أي أي شيء يخطر على بالي وكي أحصل على أي سؤال يخطر على بالي فهذا أمر عظيم ولكن دائما وأبدا حاول دائما أنت تشغيل عقلك يعني دائما كنترول دائما يعني اقرأ ماذا لا تقوم بعمل نسخ واللسق دون قراءة ما الذي تقوم بنسخ واللسق إذن هنا write a prompt to produce a realistic portrait of a 40 years old housewife دعنا نرى أنا يهمني فقط أهلا قام بإنتاج للصور أنا كنت أريد فقط ال prompt لا أعرف ماذا يحدث للشارجي بيتي إذن هذا الذي كنت أريد أطلبه منه أن يبتني prompt ثم أقوم بأخذها إلى أحد نماذج ذكا الصناعي الأخرى كي نجرب أن أعطيه فرصة كذلك ونرى copy ثم إذن ماذا حسنا تبدو ليست سيئة بخصوص السؤال الذي تطرحون الآن ربما هل طبعا هذه الشخصية لا توجد في الواقع لكن نتفق لا اسمها الذي اخترتهم ولا هذه الصورة لا يوجدان في الواقع بخصوص الناس سوف تسأل هل هذا ممكن أن أشغلها بشخصية فقط ذكاء الصناعي سوف أقول لك نعم وما دليل في ذلك طبعا بكل بسطة أن هناك قنوات على يوتيوب ناجحة جدا وأبطالها شخصيات عن طريق الذكاء الصناعي هناك بلوغات في مختلف الأنواع في مختلف النيتشات كذلك أبطالها هم ذكاء الصناعي وكذلك ناجحون إذن لا يوجد أي مشكل لا من ناحية المتلقي متلقي لديه استعداد لتقبل هذا الأمر بكل فرح وبكل صرور يعني الأمر عادي إذن الآن هذه الصورة احتفظ بها جيدا لأن كل الصور التي سوف نقوم بإنشائها في المستقبل كل الصور التي سوف نقوم بإنشائها في المستقبل يجب أن تكون لنفس هذه الشخصية عندنا أدوات للقيام بذلك يمكننا أخذ هذه الصورة ونقوم بطلب من الذكاء الصناعي أن يجعلها تطبخ ممكن نفس هذه السيدة التي لا وجد لها في أرض الواقع يمكن أن ننتج منها في عدة أوضاع يعني يمكن أن تكون جالسة واقفة نغيرها الملابس أي شيء يمكن القيام به ولكن القيام بذلك لا بد أن نحتفظها بالصورة الأساسية هذه يحتفظ بها جيدا إذن دعونا نعود إلى blogger.com بهذا الشكل حيث توقفنا قلنا قد توقفنا في settings تعني أعيد الخطوات لكي لا تختلط عليكم الأمور إذن أنا الآن في blogger.com هذه الhome ثم بعد ذلك settings ثم بعد ذلك نقوم بنزول إلى الأسفل لغاية ما أن نجد هذه العبارة edit profile نقوم بالضغط عليها وهنا طبعا هذا هو اسم display name هنا الاسم الخاص بهذه الشخصية ثم بعد ذلك سوف أقوم برفع صورتها هنا دعني أنتظر بصغرة WIPP آآ نعم قبيلت جيد أنها قبيلت ثم بعد ذلك عندي هنا مجموعة طبعا نقوم باختيار مثلا في mall يعني سيدة وليست سيد ثم ماذا عندي هنا طبعا description أين تكتب يمكننا أن نعودها إلى chargpt لكن نقوم بأخذ الـ introduction نقوم بأخذها نعود إلى chargpt ماذا نقول له نقول له قم بكتابة لوصف وصف نقول له قم بكتابة لوصف لاستييدة عمرها أربعون سنة نفس المعلومات التي أدخلناها هنا وهي طبعا اسمها دروري أن نقول نعطيه جميع المعطيات يعني نعطي لتشارج بيتي جميع المعطيات ثم يقوم ببناء لوصف بناء على تلك المعطيات التي أدخلناها ترجمة نانسي قنقر حسنا أعطاني هذه الفقرة بصيغة المخاطب يعني هو أو هي يمكنني استعمالها بصيغة المخاطب أو أقوم باستعمالها بصيغة أنا أتكلم أنا يعني يمكنني أن أقول له لتشارج بيتي تكلم بصيغة أنا ولكن يعني ليس هناك صالحة يعني سواء تكلمنا بصيغة الآخر أو صيغة أنا فنفس يعني بناء المطاب نفس الفكرة المهم أن الفكرة تصل إذن سوف أقوم بأخذها للدسكريبشن هكذا ثم كوبي ثم قوموا بوضعها في أنترودكشن الموجودة طبعا هنا بقية المعلومات يمكنكم ملؤها بعضها مثلا أين تعمل مثلا يمكننا القيام بذلك فمثلا قلنا هنا مثلا هذه السيدة تعمل في المنزل ولكن انتبه هنا دسكريبشن هل هي مكتملة أم لا مكتملة لأننا أصلا عندنا الحق في مئة وعشرون كاراكتر وطبعا لم نتجاوزه جيد إذن قلت أن هذه الأمور مثلا تمكننا إضافتها هنا إذا أردنا أين تعمل ولكن يجب الأمور هذه المعلومات يجب أن تكون دقيقة هل نخبرهم الآن أن هذه الشخصية هي مجرد ذكاء الصناعي طبعا يمكنك القيام بذلك لا يوجد أي مشكل إذا أردت أن تخلي بالمسؤولية فيمكنك أن تكتب لتشات جي بيتي تقول له هنا توضيف له أن أخبرهم أو أن هذه الشخصية لا وجدها في الواقع فهي ذكاء الصناعي يمكنك أن تخبرهم فهذا لا يفسد للود قضية أو إذا أردت أن تبقي الأمر سرا فيما بعد يمكنك أن تخبرهم فكذلك الأمر ممكن في نهاية المطاف لا يوجد أي مشكل حسنا نضغط على save profile لا أدري هل سوف يظهر الآن للمدونة لأن المدونة متازل فارغة دعونا نرى مثلا ندخل إلى صفحة الماء نعم هكذا يظهر ولكن تظهر طبعا الصورة وتظهر اسم الخاص بالكاتب ولكن لا يظهر لأن من المفترض أن يظهر مقتطف ولكن لا يظهر في الصفحات ذلك المقتطف يظهر أسفل المقال لكن هنا لا يظهر أمر عادي لأنه كما قلت الأمر عادي لأنه يحتاج أو يأخذ أو يجب أن نكتب مقالات حتى نستطيع رؤية بقية حسنا ماذا يمكننا أن نضيفه قبل أن نختم هذه الحلقة يمكننا الذهاب إلى layout من هنا ثم عندنا خاصية هذه خاصة بالmenu والخاص بالهاتف يمكننا إضافة هنا دعني أريكم كيف تظهر المدونة من الهاتف أولا إذن المدونة عندما ندخلها من الهاتف تظهر بهذا الشكل لاحظ هنا في هذا المكان تظهر بهذا الشكل عندما نضغط هكذا تظهر هذه المنو نغلقها من هنا هكذا تظهر من الهاتف نحن نريد هذا اللوغو أن نجعله هنا في هذا المكان فبالتالي نتجي إلى layout ثم كما قلنا نضغط على من menu mobile logo بهذا الشكل ونأتي إلى upload image from هم عفوا آآ لا نترك هكذا input image url وهنا نقوم بوضع رابط ذلك يعني رابط اللوغو الخاص بنا الذي رأيناه في الحلقات السابقة إذن سوف أضعه الآن بهذا الشكل ثم نضغط على save ونرى كيف سوف يظهر هل سوف يظهر بشكل جيد أم لا نحديث الصفحة إذا لاحظت يظهروا بهذا الشكل جيد هذا ما أولده بالضبط هذا كل مكان لنا في هذه الحلقة شكرا لكم على حسن المتابعة وعلى الدعم والتشجيع وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر